اهلا احبائنا مشاهدين في كل مكان اليوم الموضوع رح يكون عن كلمة كتير كتير حلوة موجودة في الانجيل المقدس فوجده يسوع شو بيخطر في بالك اول ما بتسمع الكلمة يا لعظمة المسيح يا لجمال وكمال ومثال يسوع المسيح لم يرد اي انسان خائب تقابل مع السامرية فخلصها تقابل مع زكة فخلصه تقابل مع الابرس فطهره تقابل مع الاعمى فشفاه ورد له البصر تقابل مع الكثير والعديد من الناس وكل مقابلة فيها تغيير من خلال يسوع المسيح وجده يسوع هل احسست بقوة هذه العبارة؟ بصراحة في هاي الايام في ايام الكورونا الناس بتحتاج انه حد يسأل عنها للأسف الشديد انه يعني للبعض تحولت فرصة او فترة الوباء وباء الكورونا صارت فرصة للفتور وصارت فرصة للراحة وكمان صارت فرصة للاهمال وانه بدل ما ان نكون منتعشين ناهضين نخدم ليل ونهار اصبحت الخدمة مقتصرة على ناس عندها اشتياق قلبة ومحبة قلبية للخدمة فبتشوف جماعات من هنا وهناك اللي بحاولوا يتواصلوا مع العالم لكن خدمة يسوع المسيح بكل بساطة هي البحث عن الخطى والضالين فقد كان محب للعشرين والخطى وايضا مكتوب عنه هذا يقبل خطى ويأكل معهم طبعا ضد فكرة الاستابلشمنت في تلك الايام جماعة المتدينين وجماعة اللي وصلوا الى مناصب عليا وصار الدين يستخدم كأداة بدل ما ان يكون شخص متواضع ويبحث عن الناس فوجده يسوع عندما يجد يسوع الشخص ويتقابل معه يغيره تغييرا جذريا وكاملا من الخطية ثم بيعطيه النعمة نعمة خاصة للشخص حتى يشعر بالحرية والامان والضمان ايضا طبعا الضمان للحياة الابدية ثم يقوده الى حياة فضلة حياة فياضة حياة مليئة بالبركات وإلى حياة الخدمة ايضا لانه اللي بحب يسوع لابد ان يخدم يسوع وكل من يتقابل مع يسوع او يسوع يجده لابد ان يتكلم عن يسوع المسيح لا مجان في المسيحية انه شخص بيتقابل مع يسوع وبيكون صامت او فاتر او ما عندوش اي شيء يعمله على النقيد بيقوده الى حياة الخدمة اتحدث المسيح عن الخروف الضال طبعا اذ يترك الراعي التسعة والتسعين ويذهب لاجل الضال من اجل واحد حتى يجده هذه القصة موجودة في لوقة اصحاح خمسة عشر مكتوب ايضا واطلب الضال واسترد المطرود واجبر الكسير واعصب الجريح هنا بيتكلم من نبوة حسقيال اصحاح اربعة وثلاثين اسمع كلام الاب المحب عن الابن الضال لان ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضالا فوجد قال يسوع اطلبه تجده ومكتوب عن زكى العشار وطلب ان يرى يسوع من هو وفعلا قد تقابل مع يسوع وتغيرت حياته هو طلب ان يشوف طلب ان يرى يسوع لكن اسمع تقرير يسوع عن زكى اليوم حصل خلاص لهذا البيت اذ هو ايضا ابن ابراهيم طبعا بالايمان لان ابن الانسان قد جاء لكي يطلب ويخلص ما قد هلك في لوقة اصحاح 19 حبائي قال يسوع من وجد حياته يضيعها ومن اضاع حياته من اجل يجدها اسمع كلام اندراوس الذي وجد اخاه سمعان سمعان بطرس طبعا فقال قد وجدنا مسيح الذي تفسيره المسيح يعني وجدنا مشتهى كل الامم وجدنا رجاء الامم وعلى اسمه يكون رجاء الامم اكتشفنا نور للامم وخلاص ابركة الامم مكتوب احبائي لانه يجب ان الذي يأتي الى الله يؤمن بانه موجود وانه يجازي الذين يطلبونه يكافئ اللي بيطلبوه طبعا في عبرانيين اصحاح 11 ان خدمة المسيح ليس فقط ان يبحث عن الخطى ويجدهم لكن ايضا ان يتابع معهم يذكر البشير يحنى في الانجيل المقدس مرتين مع شخصيتين مختلفين لكن كلمة وحدة وجده او فوجده الاول المفلوج مريض بركة بيت حزدة اللي رأاه في الهيكل بعد ما شفاه في يحنى اصحاح 5 اما الشخصية الثانية هو المولود اعمى الذي خلق له عينين جديدتين الذي بالعكس حرمه وطرده من الهيكل واحد شافه بالهيكل والتاني مطرود من الهيكل والتاني مكتوب وجده يسوع والجدير بالذكر انه المعجزتين تموا في يوم السب الاول مكتوب احبائي بعد ذلك وجده يسوع في الهيكل وقال له ها انت قد برئت فلا تخطئ ايضا لألا يكون لك اشر يحنى 5 ايه 14 اما الثاني اللي هو المولود اعمى فسمع يسوع انهم اخرجوا يعني طردوا خارجا من المجمع مكتوب فوجده وقال له اتؤمن بابن الله اجاب ذاك وقال من هو يا سيدي لأؤمن به فقال له يسوع قد رأيته والذي يتكلم معك هو هو فقال اؤمن يا سيد وسجد له ياه على جمال وقلب يسوع المليان حب وحنان فعلا انه يخلص ثم يتابع العمل بكلمة فوجده سواء اضطرد وحرم دينيا سواء اوفي الهيكل بسبب خطية كان مرتكبها على الحالتين وجدهم الرب يسوع المسيح اخوتي واخواتي نحن نحتاج الى رجال ونساء تبحث عن الخطى لكي تجدهم ولكن ايضا نحتاج ان نبحث عن خدام نشجعهم ونسندهم نباركهم ونطلبهم ونصلي من اجلهم كما فعل برنابة مكتوب ثم خرج برنابة الى طرصوس طبعا في مقاطعة الكلكية ليطلب شاول اللي هو بولوس الرسول ولما وجده جاء به الى انطاقيا يعني الى كنيسة انطاقيا في اعمال 11 ومكتوب هناك خدمه سني كاملي وكان في نهضات وانتعشات ومواهب الروح القدس وهناك لأول مرة دعية تلميذ مسيحيين في انطاقيا اولا فاذا نحتاج هذه النوعية مثل برنابة اللي شجع بولوس ونحتاج ايضا الى نوعية اخرى مثل اكيلا وبرسكيلا اللي فتحوا بيتهم لشخصية عظيمة جدا بيتكلم عنها الكتاب شخصية ابو بولوس اللي شجعوه طبعا على الخدمة اخدم اختم بهذه العبارة وهي كانت رسالة الله للمسبيين بحسب ارمية اصحاح 29 مكتوب فتدعونني وتذهبون وتصلون الي فاسمع لكم وتطلبونني فتجدونني اذ كنتم تطلبونني بكل قلبكم مكتوب فأوجد لكم اخوتي واخواتي الرب موجود تعال بالايمان والشيء الجميل عندما تجد الرب وتكتشف الرب رح تكتشف شيء عظيم جدا اختبار عظيم انه الله اللي كان بيبحث عنك انه الله اللي اختارك وانه الله اللي بيحبك وانه مش عاوي زقيه لكك حتى تكون مؤمن بالرب فوجده يسوع كم من المتألمين مكتوب الرب عادت كل الساقطين ومقوم كل المنحنين هو رجاء اليائسين وعزاء البائسين هو ارحم الراحمين يعرف جبلتنا يذكر اننا تراب بيعرف سقطاتنا بيعرف ضعفاتنا بيعرف الامنا بيعرف ظروفنا بيعرف كل شيء عنا لكن يقول كتاب فوجده يسوع اسمح للرب انه يتعامل معك اليوم ولا ربما انت ضايع فاتر ضال عايش حياة تناقض مش عم بتميز مش شايف مخبوط من كل ناحية فوجده اسمح للرب انه يدعوك اليوم وكل ما عليك يقول يا رب ارحمني انا الخاطئ يأتي الى حياتك ربنا يباركك واذا اعجبك حط لايك واخدم معنا ابعت شير لاكبر عدد ممكن حتى نوصل الرسالة ربنا يباركك شكرا لك